ازيكم يا شباب عاملين ايه فيديو النهاردة غريب جدا تخيل تسحى من النوم وتلاقي وعي القروض زي وعي البناء الدمين بالزبط بقى عندهم دماغ بتفكر به وبتاكو زي البناء الدمين وبتشرب زي البناء الدمين وكل حاجة زي البناء الدمين بالزبط لأ وكمان عاملين جيوش ضد البناء الدمين وعايزين يحكموا القرى الرضية ايه ده مش ده شبه فيلم كذا كذا لأ ده ممكن يحصل في المستقبل القريب والكلام ده بسبب علماء اليابان المشكلة مش هنا يا شباب المشكلة في ان طالما حصل ده بقى ممكن يحصل في اي حيوان تاني او مثلا ممكن يرجعوا اي حيوان منكر زي الديناسور وزي الماموس اي حيوان وفعلا ده اللي بيسعو للعلماء دلوقتي ده ان العلماء اهم حاجة بالنسبة له يقصلوا للناتج مش مهم اتضرر من الناتج ده ايه زي مثلا لقاح كورونا واللي عاملكم حلقة مخصوصة عن ان ده في بداوي خلنقف موضوعنا النهار ده يا شباب بلاش نتكلم كتير ويلا بنا نبقى وقبني ونبدأ صلى عن نبي معزين الفيديو ده يوصل 50 لايك الفيديو اللي فات معرفوش توصلوه 100 لايك عشان كده قلت خلي الفيديو ده 50 لايك حاجة سهل علاوك ودوس اشتراك عشان نوصل 10 تلف وارب وقت وهانت يا شباب على الالفين وبالنسبة للإسي سي بي فانا ان شاء الله فيديو بكرة يكون عن الإسي سي بي ويلا بنا نبدأ عشان ما تقولش عليكم تبا ماشي كده في امان الله في يوم من ايام وحانت سمعت في ودنك ولا بيك ولا عليك وتبص جنبك تقول استغفى الله العظيم راجل بتاع الدرعات تقول العادي ممكن يكون عايب قولك تبص الناحية التانية تلاقي ستة بعشر عيوم تقول عادي برضو ممكن يكون عايب قولك ايه يعني تبا وقف في المترو وتخبط واحد من غير قصد ويطلع راجل كبير في السن ويقولك قلب الوسطاني واجهة عني يا ابن تقوله قلبك الوسطاني يا حاج انت عندك كم قلب يقولك ثلاثة تقول عوز بالله مش تطير نرجيم اليوم من مش فايد دي على الصبح فتبص في الساعة بتاعتك تلاقيها ممسوحة فتلاقي شابة ماشي في الشارع بالرصين فتسأله وتقوله طاريخ النهاردة كام يقولك 18-2-2085 فهنا بقى يجي لك الصدمة يا صاح زمان جدا والانسان بيحاول يعمل حاجة اسمها التربية الانطقائية بص يا سيدي يعني مثلا واحد عنده كلب شعر ناعم وكلب شارس مثلا فيقولك ما نجوزهم لبعض ويجي كلب عنده صفتين والاسمها التهجيم معنى اصح يعني مثلا فلاح لها الشمام طعمه حلو بس اشيته خفيفة جدا ولا ارى العسل اشيته تخينة بس طعمه وحش جدا قالك تم نجوزهم فيطلع لنا الكنتالوب وزمان كانش فيه حد عارف ده بيحصل ازاي ولا ليه بيحصل لغاية ما اكتشفنا الـ DNA الحمد النووي الـ DNA بتاعك معمول لحاجة اسمها بيزيز او بشكل ابسط شوية حروف كده يعني لما يجيب كائن وتغير كام حرف من الحروف بتاعته بيطلع على الكائن تاني خالص من زمان جدا والناس بتحاول تعمل ده زمان جدا العلماء كان بيحاولوا يعرضوا النباتات لأشياء ضرر على امل ان جنتها تتغير وتبقى صفتها احسن خمد فردفما عشوائيه والنتايجه وسيئه بعدها بشويه كمان سنة 1974 العالم الالماني هو ده الركض ذا يوزع فارミوعدل جينيه criança تعمل عليها الاف التجارُد بين كساعة الملايين بعدها في 1974 اول منطق معدل جينيه نيز السوق وكان الثماطمائي الثماطمائية دي كان بتعصى لحائة اكتر بكثير من الثماطم العادية والساعتها دي كانت حاجة مبهرة وبعدها كان فيه ادوية كتير جدا بلتعامل من الجينات زي مثلا زي الانسولين كنا لازم نجيب حصانه ان ناخد من الانسولين و نديه للمريض و ديك هتعامل عقودة نفسية لحقوق الحيوان الوقت بسهولة جدا ممكن نعمل الانسولين من الجينات كل ده جميل جدا و مبهر بس للأسف بياخد فلوس كتير جدا و بياخد وقت أطور تحدد من ظهرت حكا اسمها كريبس.. كريبسر.. كريبسر.. ايوه كده صح شقليبة الدنيا فيه احدى و كبيرة جدا من زمان زي الاهل و الزمالك كده بين البكتيريا و الفيروس فيه نوع فيروس معين اسمه بكتيريو فيتش الفيروس ده بيموت حوالي 20% من البكتيريا اللي في المحطات والبكتيريا اللي بتنجو من معجنة ديت بتعمل تدفاع خط كبير جدا اسمه كليزبر كليزبر ده بيعمل نوع مبارتين معين اسمه كلازو ناين و الكلازو ناين ده بيعرف يقطع ويلقى الزق الجينات بطريقة مبهرة جدا طيب من الحكاية سهلة هي فخدوه وبرمجوه بطريقة تخلي الأدوال في الجينات دي أرخص بال90% وبلد ما بتاخد سنين دلوقتي ممكن تاخد تسابيع وحرفيا اي حد عنده معمل ممكن يدعب في الجينات عشان نزبطلك ان الاكتشاف ده مبهر وتحط لايك يعني و كده في 2016 العلماء جالوا فران وعملوا له مرض الإيدس من شهور فاتت والناس كلها في غفلة بسبب كورونا علماء اليابان عملوا تجربة محرمة واللي سعدت للعلماء دي الصين واللي زادت تنجلة انه راح علماء من امريكا واسبانيا من الهنام في الصين يعني عشان يعملوا التجارب دي اول مبادئ التجربة جابوا قرود بتشابه الإنسان ب93% من الشفارات الوراسية بتاعتهم اللي هتبقى يا شباب المراضي تبقى اول عملية تعجين بين الإنسان والإرض وطبعا ده ما ينفع شيح صغر عبر الدماغ اللي هي الحمد النور الله ينور عليه اخدوا الجينات المسؤول عن نمو المخ في الإنسان وحطوه في أطفال القرود وحاول يدمجوا الخلايا الجزعية بتاعت الإنسان مع أطفال القرود بعد كده بقى قاعدوا يرقبوا العملية دي هتبقى عاملت زي وكانت مفاجأة هنا بقى شباب بدأت تتخم من الكشرة المخية لأطفال القرود لغتت أضعاف وبقى شكلها شبه مخ الإنسان بالظبط سبحان الله وتحدينا في الجهات الأحدث للإنسان اللي بتخلي الإنسان غير الحيوان خالص واللي بتديه الصفات الفكرية اللي بيقدر تصرف فيها في أكل وشربه واللغة اللي بيتكلم بيها وكل حاجة اللي ربنا مدهاش للحيوان التجربة دي أخطر تجربة لغاية دلوقتي في العالم التجربة دي كفيلة بتهجين جيل من القرود ما يقلوش زكاة عن البشر العلماء قالوا انهم حاولوا كل جهدهم انهم يبطلوا التجربة وقفوا عن حدها قبل 14 أسبوع من مرحلة تكوين الجنين وده عشان يمنعوا تكوين جهاز عصبي مركزي للإرد بس العلماء أهم حاجة بالنسبة لهم انهم وصلوا التجربة دية وعرفوا يعملوها وهو ده اللي قالوه بس تعال هنا فكر معي كده لو كان ما عرفوش يوقفوا النموة ومخة إرد كان إيه اللي هيحصل يا ترى العكاة دي خطرة جدا يا شباب ربنا حرمها ورغم كده العلماء بيتمادوا في الموضوع وشكل نهايتنا تبقى على إيد الصين والله يلا القوكم في الفيديو قد السلام عليكم قبل ما تطلع الفيديو صلى عن النبي نعم